اهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من حلقات التاريخ المغربي على قناتكم التاريخية بامتياز قناة مملكة التاريخ المغربي في الحلقة اليوم ان شاء الله سنكمل على القصة دي الامير يوسف بن تاشفين رحمه الله اللي كنا بدناها لأسبوع الماضي وهذه مناسبة باش انني نذكركم انكم الان بصدد متابعة الجزء الثاني من قصة الامير يوسف بن تاشفين لذلك باش تفهم الامور كما يجيب خاصك تكون يعني دي جا مفرج في الجزء الاول اللي غادي نخليه لك في الوصف اسفل هاد الفيديو او يكفي انك تطلبوا مني في تعليق وانا غادي نعطيك الرابط المباشر اللي غادي يديك مباشرة للجزء الاول من حياة الامير يوسف بن تاشفين رحمه الله المهم بلما نطول عليكم في المقدمات خليونا ندخلوا في الموضوع ونبدأوا على بركة الله اذا كما تبعتوا معايا في الجزء الاول كنت توقفنا عند صفر الامير ابو بكر بن عمار لمتوني الى الصحراء بعد ما وصلته اخبار اللي كتقول بللي قبيلة قدالة هجموا على قبيلة لمتونة وقتلوا منهم خلق كثير لهذا غادي قرر الامير ابو بكر بن عمار لمتوني باش انه يمشي للصحراء ويرد التأر ديال القبيلة دياله لمتونة من قبيلة قدالة اللي هما ابناء العم دياله ولذلك غدي عين ولد عمو الامير يوسف بن تشافين نائبا له على شمال المغرب ريتما يرجع من الصحراء وهذا القصة كنا ذكرناها بالتفاصيل في الجزء الاول الامير ابو بكر بن عمار لمتوني كان مزوج بواحد المرأة كانت اسميتها زينب النفزاوية كانت هات زينب غاية في الجمال كما وصفها لنا ابن خالدون في الكتاب دياله تاريخ ابن خالدون من خلال القول دياله وتزوج امرأته زينب بنت اسحاق النفزاوية وكانت مشهورة بالجمال والرئاسة واحتف كتاب الاستبصار جاتع لانها لم يكن في زمانها اجمل منها ولا اعقل ولا اضرف لمهم الامير ابو بكر بن عمار لمتوني مني قرر باش يمشي للصحراء غادي يقول لمرتو زينب باللي هو غادي للصحراء لا محل لانه ما يقدرش يخلي قبيلتو محاربة بوحدها لذلك غادي يطلب منها السماح اولا وغادي يطلقها لانه ما بغاش تكرفس في الطريق ديال الصحراء لا سيما وانها واحد المرأة لجميلة المظهر واللي جانب هاد الخبار هو ابن ابي زرع الفاسي في كتاب روض القرطاس من خلال قوله فلما عزم على الخروج الى الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فراقه لها يا زينب انك ذات حسن وجمال فائق واني مسافر الى الصحراء برسم الجهاد لعلي أرزق الشهادة والفوز بالأجر الوافر وانت امرأة لطيفة لا طاقة لك على بلاد الصحراء واني مطلقك فان اتممت عدتك فتزوجي ابن عم يوسف بن تشفين فهو خليفتي على بلاد المغرب فطلقها ثم ارتحل عن اغمات وفي الرواية دي الابن عداري المراكوشي كان وجدو ان الامير ابو بكر بن عمار لمتوني لما عزم على الصفر مشا عند ولد عم يوسف بن تشفين وقال له بغيتك تجوج بزينب النفزاوية من خلال قوله فذاكروا انه قال لابن عم يوسف بن تشفين تزوجها فانها امرأة مسعودة وقيل انها هي التي طلبت منه طلاقها فاسعفها بذلك المهم الامير ابو بكر بن عمار لمتوني سوف يسافر وسوف يمشي للصحراء لكن قبل سوف يقلس مع الامير يوسف بن تشفين وسوف يوصيه باش انه يوجد الجيش دياله ويمشي يوحد شمال المغرب ويقضي على امارة بني مغراوة وكذلك امارة بني فرن كما جاء عند ابن ابي زرع الفاسي في كتاب روض القرطاص من خلال قوله فلما اراد السفر دعا ابن عمه يوسف بن تشفين فعقد له على المغرب وفوض اليه امره وامره بالرجوع الى قتال من به من مغراوة وبني فرن وقبائل البرباري وزنات وقبل ما غادي بدا يوسف بن تشفين في رحلة توحيد المغرب غادي يدير بواصية والد عمه ابو بكر بن عمار لمتوني وغادي يتزوج بزين بن فزاوية ولو كان الامير ابو بكر بن عمار لمتوني عارف شنو غادي ترتب على هاد الواصية دياله اللي هي ان يوسف بن تشفين يتزوج بزينب بن فزاوية لما طلب من زينب باش انها تقبل الزواج بن يوسف بن تشفين وربما لما طلقها ايضا لان زينب كانت كما وصفوها بزاف ديال المؤرخين من بينهم الناصر في كتاب الاستقصاء اللي يقول ولما استقر بها تزوج زينب بنت اسحاق النفزاوية التي كانت تحت ابي بكر بن عمار فكانت عنوان سعديه والقائمة بملكه والمضبرة لامره والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب لان واحد المسألة باش تعرفوها را هات زينب بن فزاوية را ما كانت شمراء عادية وانما كانت واحد المراء اللي كتعرف خبايا الحروب وكانت ذكية وذكية بزاف ولها فضل كبير على وصول يوسف بن تشفين الى سدة الحكم والى كل ما حققه من انجازات بل كان لها الفضل ايضا في خطط يوسف بن تشفين العسكرية التي يعني من خلالها تم توحيد بلاد المغرب من الاندلسي الى نهر السينيغال المهمة سيادنا احنا دابا في سنة 463 للهجرة واهم الاحداث اللي وقعت في هات السنة كما ذكرت لكم هي صفر لامير ابو باكر بن عمار لمتوني الى الصحراء ثم زواج يوسف بن تشفين بزينب بن نفزاوية واخيرا بداية البناء في تأسيس مدينة مراكش لانك اما تبعتم معايا في الجنس الاول الناس ديال اغمات واللي عندهم واحد لاكتظاد هائل في المدينة اللي كانت طبعا هي عاصمة المرابطين انادل لهذا بدأوا الناس يعني كيتشكاو ويطالبوا ببناء مدينة اللي تكون كبيرة وتكون قادة على تحمل كل هذا الكم الكبير من البشر وهذا الخبر يمكن لكم تلقاوه في كتاب البيان المغرب للمؤرخ المغربي ابن عداري المراكشي من خلال قوله وفي هذه السنة ضاق المجمع بمدينة اغمات ريكا عن الخلق فيها فشكى اشياخ ريكا وهيلانا بذلك الى الامير ببكر بن عمر مرة بعد اخرى الى ان قال لهم عينوا لنا موضعا ابني فيه مدينة ان شاء الله تعالى المهم الامير ابو بكر بن عمر المتوني غادي يسافر وغادي يخلي مدينة مراكش عاد بدأوا البناء ديالها يعني يالله تعطى الاساس ديالها واللي غادي يهندسها عليديه وهو يوسف بن تشافين وكذلك الزوجة دياله زينب النفزاوية بل يقال في بعض المصادر باللي اصلا مدينة مراكش تبنات كعربون حب من يوسف بن تشافين لزوجته زينب النفزاوية اللي كان كيبغيها وكيبغيها الوحد درجة الكبيرة بزاف فمثلا في كتاب الاستبصار كان وجدوا صاحب هذا الكتاب هذا كيقول متحدة عن زينب النفزاوية فتزوجها بعده يوسف وبنى لها مراكش ومعنى هاد بنى لها مراكش يعني ان يوسف بن تشافين بنى مدينة مراكش خصيصا للزوجة دياله اللي هي زينب النفزاوية ومسألة بناء مراكش كنا درنا عليها حلقة خاصة بالنسبة اللي بغيت تعمق اكتر في هذا الموضوع وهاد الحلقة هادرة غا توجدوها في القناة وهدي هي صورة المصاغرة ديالها وكمعلومة مهمة فارا خصكم تعرفوا ان زين بن نفزاوية كان لها فضل كبير على كل ما وصل اليه يوسف بن تشافين لانه خصكم تعرفوا انه نهار مشى الامير ابو بكر بن عمر لم توني للصحراء را ما خلاش جيش كبير مع يوسف بن تشافين بل خلاله تولد فقط لجنب هذا الخبر هو ابن عدار المراكشي من خلال قوله لما اخذ الامير ابو بكر في الحركة الى الصحراء ولا يوسف مكانه وقسم الجيش بين يوسف وبينه فقيل ان الذي ترك مع يوسف بن تشافين من اللامتونيين التولوت ورحل معه التولوتان ومن خلال هاد الخبر كان استنتجو باللي الامير ابو بكر بن عمر لم توني ربما كان خايف من ان يوسف بن تشافين ينقالب عليها عسكريا لو انه فرق معه الجيش بالنص لكن ذاك الشي مناش كان خايف الامير ابو بكر بن عمر لم توني غاد يطح فيه والسبب هي مرتو اللي طلقها وزوجها اليوسف بن تشافين بيديه بحيث الى مشينا عند ابن عدار المراكشي في كتاب البيان المغرب غنوجدوك يقول باللي زين بالنف زاوية لما تزوج بها يوسف بن تشافين قال تلوب اللي خاصك تعرف انك انت هو السلطان المغرب سيد ما فهموا له كيفاش انا هو السلطان المغرب وما عنديش شي جيش اللي كبير والتال جيش اللي عنده اللي خلاله الامير ابو بكر بن عمر لم توني كان فقط يعني تولوت ديال الجيش المرابطي عاد زيد عليها كان امره باش انه يمشي حارب مغراوة وبني فرن يعني الى حركنا عقلنا غير شوية تدك تولوت اللي بقى معاه غاد يموت فيه واحد نص ولا اكتر في هاد الحروب اللي غاد تكون بين المرابطين وبين المغراويين وكذلك بني فرن اذا كيفاش غاد يكون سلطان المغرب وهو ما عنده التبش يخلص لهاد الجنود بعده هنا غاد تدخل زين بالنف زاوية وغاد تحط ليوسف بن تشافين قدامه واحد جبل ديال الذهب والمال الكثير ربما كانت تجمع طيلة الحياة ديالها لان ما تنسوش ان زينب النف زاوية ربها كان تاجر وتاجر لي كبير وكبير بزاف عاد زيد را كانت مزوجة بسيد قبائل اوريكا ثم تزوجات بوالي المغراويين على اغمات اللي كانت تسميته القوت المغراوي عاد تزوجات بالامير ابو بكر بن عمار المتوني وعاد يوسف بن تشافين يعني كانت كتزوج غير بالامراء وكلما كتلقر كانت كتأخذ واحد القدر من المال والذي جنب هذا الخبر هو ابن خلدون في كتاب تاريخ ابن خلدون من خلال قوله وتزوج امرأته زينب بنت اسحاق النف زاوية وكانت مشهورة بالجمال والرئاسة وكانت قبل القوت عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن وطاس وكان شيخا على اوريكا وتغلب بنويفا على اوريكا وملكوا اغمات فتزوج القوت زينب هاده ثم تزوجها بعده ابو بكر بن عمار كما ذكرناه المهمة الاخوان كما قلت لكم زينب بن نف زاوية غادي تعطيل الزوج ديالها يوسف بن تشافين واحد المبلغ كبير ديال الفلوس والذهاب وغدا تقول ليه صير اسس جيش جديد اللي تقدر انك تحكم به المغرب كامل وهذا الخبر جانبه ابن عداري المراكوشي في كتاب البيان المغرب اللي من خلال هذا الفقرة كيقول لنا وتزوج يوسف بن تشافين زينب بن نف زاوية في شهر شعبان المكرم من سنة تلاتة وستين بعد تمام عدتها ودخل بها فصرت به وصر بها وأخبرته أنه يملك المغرب كله فبسطت آماله وأصلحت أحواله وأعطته الأموال الغزيرة فأركب الرجال الكثيرة وجمع له القبائل أموالا عظيمة فجند الأجناد وأخذ في جمع الجيوش من البربري والاحتشاد المهم الأمور بدأت تقتقد الأمير يوسف بن تشافين ولا عنده جيش كبير ولا عنده المال الكثير بالإضافة إلى أنه كسب تقة دي القبائل الأمازيغية المصمودية اللي كانت مجاورة لمدينة موراكوش وهنا سيبدأ الأمير يوسف بن تشافين في تأسيس نواة الدولة المرابطية سيأسس ديوان يعني ديال الدولة وسيبني دار سيكا في موراكوش وسيبدأ يطبع الفلوس بسميته بالإضافة إلى إعلانه موراكوش عاصمة لملكه المهم نجم الأمير يوسف بن تشافين بدأ يستع في سماء المغرب الأقصى وهنا سيقرر بش أنه يبدأ رحلة توحيد لمغرب ويقدر يمشي حرب مغراوة وبنيفن وبالو مرتاح واللي جنب هذا الخبر هو ابن عدار الموراكوشي في كتاب البيان المغرب من خلال قوله وفي هذه السنة صنع الأمير يوسف بن تشافين دار السكة بموراكوش وضرب فيها السكة بدراهم مدورة فدون يوسف الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد وكتب إلى بعض إخوانه في السر من أبي بكر بن عمر يخصهم على الوصول إليه والقدوم عليه ويعدهم بالخير الجزيل الحفيل فوصل منهم جماعة كبيرة وهنا إلى لحظة هذه الفقرة فيها وحد النوع من السرية الكبيرة وهذا ما يسمى بالمخابرة المهم في سنة 464 للهجرة غدي جمع يوسف بن تشافين الجيش ديالو اللي حسب ابن أبي زرع الفاسي كان يقدر بمية ألف فارس كان أصلهم من المصامدة ومن صنهاجة ومن قزولة وكذلك من زناتها المهم الأمير يوسف بن تشافين غدي يجمع الجيش ديالو وغدي يتحرك على الرأس ديالو وغدي يمشي ناحية مدينة فاس لغرض القضاء على إمارة مغراوة كما كان وصى الأمير أبو بكر بن عمر اللامتوني غير هو دبا غدي باشي وحد شمال مغرب ماشي باشي يجي الأمير أبو بكر بن عمر اللامتوني ويكون سلطان على كل هاد الأراضي وإنما بغي يوحد شمال باشي هو اللي يكون سلطان المغرب وهاتش كان بداع من زوجة ديالوزين بالنفزاوية التي يقال أنها منذ صغرها وهي كانت كتحلم باشي تتزوج بها واحد الأمير اللي متقدرون نقولو للشخصية ديالو قوية وفعلا ها هي الآن في دمة سلطان المغرب يوسف بن تشافين المهم يوسف بن تشافين معه غدي يقرب من مدينة فاس غدي يخرج ليه جيش المغراويين الكبير اللي كان كيتكون من قبائل زواغا وقبائل لواتا وصدينة وصدراتا ومديونة ومغيلة إلى آخره المهم هاد القبائل تحالفو وكونوا واحد الجيش اللي كان جيش كبير غير هو الأمير يوسف بن تشافين كانوا واحد القائد اللي مجرب وقيعرف خبايا المعارك وخير دليل طريقة باش نتصر في معركة زلقار را خير دليل على الحنكة والدكاء اللي كان عند الأمير يوسف بن تشافين المهم الجيش المرابطي بقيادة الأمير يوسف بن تشافين غدي ينتصر على الجيش المغراويين في هاد المعركة اللي دامت أيام يعني أيام الاشتباكات والمعارك الطاحنة اللي تسببات في خسائر في كلا الجهتين كيقول ابن أبي زرع الفاسي باللي جيش المغراويين لما شاف راسه تغلب لا محال غدي ينسحب وغدي يتراجع للخلف ناحية مدينة صدينة من أجل الاحتماء بالأصوار ديالها أمام زحف جيش المرابطين الرهيب أو الكبير هاد الجيش اللي كيقول عليه ابن أبي زرع الفاسي باللي قدرو باش أنهم يهدموا أصوار مدينة صدينة ربما بالمدافع وقدرو باش أنهم يدخلوا لمدينة المذكورة ويقتلوا كل من كان فيها ويقدر عدد القتلى من جيش المغراويين أثناء اقتحام المرابطين لمدينة صدينة ربعلاف رجل يعني ربعلاف قتيل أنا غنقرأ لكم هاد الأحداث كما جاءت في كتاب الروض القرطس باش يكون كلامنا موثق وبالدليل جند يوسف الأجناد واستكتر القوات وفتح كثيرا من البلاد واتخذ كثيرا من الطبول والبنود وأخرج العمال وكتب العهود وجعل في جيشه الأغزاز والرمات كل ذلك إرهابا لقبائل المغرب فكمل له من الجيش في تلك السنة أزيد من مئة ألف فارس من قبائل صنهاجة وقزولة والمصامد والزنات والأغزاز والرمات فخرج بهم من حضرة مراكش قاصد المدينة فاس فتلقاه قبائلها من زواغ والماية والوات وصدين وصدرات ومغيل وبهلول ومديون وغيرهم في خلق عظيم وعدد كثير فقاتلوه فكانت بينه وبينهم حروب عظيمة انهزموا فيها بين يديه وانحصروا له بمدينة صدين فدخل عليهم بالسيف فهدم أصوارها وخربها وقتل بها ما يزيد على أربعة آلاف رجل وبخصوص مدينة صدين فاللي خاصكم تعرفوه هو أنها كانت مدينة عامرة في شمال المغرب في نواحي مدينة فاس دمرها الجيش المرابطي عن آخرها ولم تقم لها بعد ذلك قائمة بمعنى أنه بعدما هدموا المرابطين هذه المدينة ما بقاش أسسها أو عمرها شي واحد من بعد لأن المرابطين ربما قتلوا كل من كان فيها المهم تل هاد النقطة كان كنو انتهينا من الجزء الثاني من قصة حياة الأمير يوسف بن تشافين ألم توني المغربي أمير المؤمنين وسلطان المغرب وإلى كانت تفاعل حول هاد الحلقة الثانية من تاريخ هاد البطل العظيم كان وعدكم أنني سوف نبدأ في البحث في الجزء الثالث وفي أقرب وقت والتال هنا كان يكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة لا تنسوش تدعمونا بالبرتاج نحن رأينا نضربوا واحد العناء كبير باش أننا نوجدو لكم هذه الحلقات اللي الغرض الأول ديالنا فيها هو أنكم انتم تستفدوا وتعرفوا تاريخكم المفقود لكن بالدعم ديالكم في النشر هذه الحلقات والدعم ديالكم في التعاليق ذلك التعاليق الزوينة اللي كان شكركم عليها من هاد الميربار قاع هاد العناء ما كنحسوش به وعلى قبلكم وعلى قبل أننا نوصلوا معلومات صحيحة عن تاريخنا وعن تاريخ بلادنا العزيزة كنطلب منكم البرتاج باش نوصلوا تاريخنا للناس وحدنا أخرين اللي عندهم رغبة في التعرف على التاريخ ديالنا المغربي الموري القديم وبالبرتاج ديالكم غديوصل الفيديو إن شاء الله لبزيف ديال الناس اللي غتكون أولا خديتي أجر ديال أنك شاركتي واحد المعلومة مع واحد شخص اللي ربما يقدر يكون طالب لعنده بحث في هاد الموضوع بالضبط وتكون ساعتيف حل البحث دياله المهم ما نطولش عليكم ما تنسوش تدعمونا بواحد لايك باش نعرفوش حال منه واحد عجبوا هاد المحتوى اللي كنقدموه وإلا كيبن لكم أن هاد الفيديو كيستحق بطائق شكر غدي نكونوا ممتنين لكم بل رغا تكونوا ساهمتوا في دعم محتوى ديال الولاد بلادكم اللي خدامين في نشر الحقيقيق وتمس كل أكاديب بخصوص تاريخنا العظيم لعندوش تساؤل اخلي لنا في التعليق رأى إن شاء الله غد نجوبكم على جميع الأسئلة ديالكم كما أنني أدعوكم إلى الانضمام إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى حل فيسبوك وواتساب تيك توك انستغرام رغا نخلي لكم روابط ديالها أسفل هذا الفيديو أو يكفي أنكم فقط في محرك البحث تكتبوا مملكة التاريخ المغربي ورغا أطلع عليكم القناة بهذا اللوغو هذا اللي كنا هنا في اليوتيوب ولكن انت مهتم بتاريخ المغرب تقدر تعجبك هذه الحلقة اللي قدامك